أبو عبد الرحمن عن حكم خاتم التسبيح الذي يسبح بالإنسان و يقوم بعد هذه التسبيحات و إظهارها في أرقام نعم خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه و سلم و النبي صلى الله عليه و سلم كان يسبحه بأصابعه و كون الإنسان قد يغفل أو يخطأ في العد لا يعني أن الله عز و جل سيغفل تلك التسبيحات التي أخطأ في عدها فالله جل وعلى يحصي كل شيء و هو سبحانه يجازي العبد على حسب أعماله و لو نسيها العبد أو غفل عن عددها و تعدادها و لذلك وصية لإخواني أن يسيروا على الهدي النبوي الكريم الوارد عن نبينا صلى الله عليه و سلم الذي فيه الغنية عن استعمال مثل هذه الأمور التي لم تكن مستخدمة في ذلك الزمان